السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد جماد من قناتكم تشتري اي جي المصري موضوع حلقتنا النهاردة هيبقى عن امن المعلومات عن الهاكينج والسيكوريتي طبعا انا ما بقول هاكينج بقصد بيها الهاكرز اما بقول سيكوريتي بقصد بيها مين بقى هنعرف كل ده في الحلقة دي و هنعرف ايه الفرق بين السيكوريتي و الفرق بين الهاكرز و هنعرف ده بيفكر فيه و ده بيفكر فيه و هناخد تشبهات بسيطة على الموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد جماد من قناتكم تشتري اي جي المصري في الاول كده ما تنسوش يا جماعة ان انا محتاج ان انتو تدعمونا دعموا القناة تعملوه اشتركات وياريت لو الموضوع بيفيد حد ممكن تعمل شير لي الموضوع عشان يوصل لكبر عدد من الناس ولايك بقى علشان تشجعونا شوان احنا نشتغل انا بصراح بشوف لايك بتشجع جدا وبحاول اجيب لك المعلومة الصح وبحاول ادهلك بشارك اللي هو مبسط جدا فموضوع النهاردة زي ما احنا تكلمنا في الاول هيبقى عن الهاكينج والسيكوريتي اول حاجة انا مهندس امن معلومات زي ما انتو عارفين فموضوع حساس عندي انا تصنفي ايه او احنا بنتصنف ازاي انا ازاي اقول ده هاكرز وازاي اقول ده سيكوريتي الاول سيكوريتي يا جماعة هو هو الهاكيرز مفيش فرق بين السيكوريتي والهاكينج مفيش فرق بين السيكوريتي والهاكيرز الهاكيرز هو سيكوريتي السيكوريتي ممكن يكون هاكرز ازاي طلق باطنا صحا بما اننا طلق باطنا شوية فهنركز شوية معي الهاكيرز هو هو السيكوريتي طيب ازاي بيختلف الاختلاف هنا جماعة في استغلاء الصغرات انا بالنسبة لي انا هاكرز باستغل الصغرات الصغرات الامنية في تلف او تدمير بعض السلفرات او الوصول لاغراط من ورا الصغرات دي زي ان انا ممكن اختارك بنك اعمل هاكينج على مؤسسة تجارية اعمل هاكينج على موقع اعمل دوس اتاك على موقع دي كلها صغرات امنية يتم استغلالها من قبل الهاكيرز طيب السيكوريتي او مهندس السيكوريتي او استشارة الامن المعلوماتي او اي حاجة زي ما انتو عايزين تقولوها يعني الهاكرز المحترم شوية الهاكرز الاخلاقي اللي هو السيكوريتي اللي هو الامن المعلوماتي ده جماعة مهمته ان هو يعرف الصغرات ويحاول يعمل لها زي ريبير يصلحها اللي هو انا مسلاً لقيت مشكلة عندي في الاس اس سيفن خلاص يا جماعة احنا هنشتغل على موضوع الاس اس سيفن لحد ده ما نلاقيه له حل طبعاً في حاجات معانة في الامن المعلوماتي احنا عارفين ان يعمل هاش حل مفيش نظام كامل مفيش نظام اسمه مش هيقدر حد يخترقه علشان كده احنا بنتحايل على الموضوع ده ممكن نأمن النظام بطريقة تانية يعني مثلاً اختبراك الاس اس سيفن كان في الاول قاصر على مجموعة من الباحثين حالياً بقى في ناس تقدر تعمل كده فعشان في ناس تقدر تعمل كده احنا بنشوف حل للموضوع وعلى فكرة لقيت حل الموضوع و هنزله لكم قريب ان شاء الله عشان تضمنوا ان ما حدش يخترك الفيسبوك ولا الواتساب ولا الكلام ده كله بس المهم يخلينا في موضوعنا يعني الموضوع اللي بتكلم عليه معاك دلوقات حضرتك ان احنا يلها بلا بنقارن بين السكوريتي والهاكرز وعرفنا دلوقات يا جماعة ان الهاكرز ما عندوش اخلاق او بمعنى صح ممكن نشبهه بالشرير انا لو لقيت حاجة ممكن اعمل لها دوس اتاك مثلا انا هختاركها زي واحد حبيب اللي هو يدمر حاجة معينة او يطلف حاجة معينة بينما السكوريتي ده الجانب الخير للهاكرز اللي هو ممكن يشتغل في بنك عشان يحمي السيستم ممكن لو لقى غلطة امنية يحاول يصلحها يعرفها لصحاب الشركة ويصلحها ده بالمختصر الفرق بين الاتنين طب في نقطة انا عايز اوصلها لكم بس عايز اوصلها لكم بطريقة صح السكوريتي لو فكر يبقى هاكر مفيش حد في العالم هيقدر يوقفه ليه؟ الاول الهاكرز احنا بنقول عليهم اغبية اغبية لانهم مش عارفين الست قواعد او بمعنى صح ما بيقدرواش ينفزوا الست قواعد لسية للاختراك بشكل صح بينما السكوريتي عنده امكانية ينفز الست خطوات لسية بكل سهولة لانه متعود على كده في شغله في الطبيعي فالسكوريتي جماعة لو فكر يبقى هاكرز مفيش حد هيعرفه مين او مفيش حد هيقدر يوقفه ولان السكوريتي درس امن معلومات كويس فعارف هيحمل نفسه ازاي عارف هيلغي بتاعه ازاي هيلغي الفوت برينت ازاي يعني بالمختصر هيخترك الجهاز ويخلص مهمته ويخرج وانت مش هتعرف اصلا ان في حاجة حصل فده الفرق بين الهاكينج والسكوريتي طبعا يا جماعة حابب ان انا اسمع تعليقاتكم وحابب ان انا اقراها واشوف انتو نوين ترشحوا سكوريتي ولا هاكينج ما انا عارف ان هو سكوريتي يعني بس انا حابب اعرف لو في حاجة تانية انا مضفطهاش ممكن تقولها لي في الكومنت وانا اعمل عنها خلقة واي حد يا جماعة بيسأل نفسه اي سؤال ممكن يشاركوا معنا في الكومنت واحنا انا هتكلم في السؤال ده وهنحول على قد ما نقدر نجاوب عليه المهم كان معاكم محمد جمال ما تنسوش تعملونا شير لايك سابسكرايب وياريت الناس اللي هي بتعمل الشير يا جماعة الشير على فكرة هيفيدني جدا وهيعرف الناس بالقناة غير ان الناس هتستفيد من المعلومات اللي هي بقدمها ان شاء الله وتابعونا دايما وهتلاقوا الرابط كلها في الديسكريبشن واتمنى انتوا تزورونا على الموقع بتاعنا www.tashrieg.com ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقر